السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديدة على قناتي وقناتكم سناء بيوتي كمس من تكونوا على خير وطلقاكم هاد الفيديو وجميع فيديوهاتي ان شاء الله بصحة جيدة رجعت لكم بفيديو جديد الفيديو دي اليوم ان شاء الله غازي نهضر لكم على اهم الزيوت ولا افضل الزيوت المناسبة للعناية بالبشرة الدهنية هدا ما كيقنش باناني نسيت صاحبات البشرة الجافة او البشرة الحساسة حتى هم ان شاء الله كندرب لهم موعد في فيديو لاحق غازي نهضر لهم على اهم الزيوت الملائمة للنوعيات البشرة دياله وكم العادة قبل ما يبدو فيديو اليوم قاعدة كلكم والتي كتعرفوها يلي كنتو اول مرة كتكتشفوا قناتي ويتو تكونوا ملائي لدينا كنقول لكم مئة الف مرحبا بكم معليكم الا تهبطوا لتحت تقديقوا واحد زر احمر المكتوبة في سبسكرايب سابوني او الاشتراك ضغطوا عليه وما تنسوش تفعلوا خاصية الجرس باش يصلكم كل جديد مني انفو وما تنسوش تدعموني بلايكات ديالكم دخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة اذا غادي ندو الفيديو ديالنا على بركة الله فكيف كتعرفو الترطيب شي حاجة اللي ضرورية ومهمة ومهمة جدا دائما كنوصيكم كنصحكم بالترطيب للبشرة سواء كنتو وضعين ماسكات او لما وضعين حتى شي ماسك سواء هكا كانت البشرة ديركم دهنية او لا جافة ولا اي نوع من انواع البشرة لانا كن بزاف دي اللي بنات عندهم وحد الفكرة خاطئة ديال انو البشرة الدهنية ما كتكونش محتاجة للترطيب بسبب ديك الدهون اللي كتفرز لا كنقول لكم بالعكس اي نوع من انواع البشرة كتحتاج للترطيب ترطيب مهم جدا علاش لانو هو اللي كيحافظ على الشباب ديالبشرة كيحافظ على النضارة ديالبشرة والمرونة ديالها كيعطيها بزاف ديالفوائد وانا من الناس اللي كنفضل الترطيب بالزيوت علاش لانها كتبقاش حاجة اللي طبيعية وقتلكم عنده فوائد كتيرة وكتيرة على البشرة يعني ابر الكريمات كل واحد وشنو كيفضلي يعني كينين ابنات كيبغي يرطبوا وشنو ديالهم الكريمات وكينين الناس كيفضلوا الزيوت انا في رأيي الشخصي هدا الرأي ديال الشخصي انو الزيوت كتبقى افضل بكتير من الكريمات وهدشي علاش جيت في الفيديو ان شاء الله باش نعطيكم اهم وافضل الزيوت للعناية بالبشرة الدهنية اذا اول زيت غدي نهضر لكم اليه هو زيت الجوجوبة كيت تعتبر زيت الجوجوبة من اهم الزيوت المفيدة للبشرة بشكل عام وهو كيت تعتبر زيت جمالي لانه كيهتم بكل ما يتعلق بالمرأة سواء كانت هكا البشرة او للشعر الاضافر وانا اسبق لي حطت لكم ريفيو على زيت الجوجوبة سيخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف اللي كنتم مهتمين وبغيين هكا تعرفوا معلومات على هذا الزيت هذا ولكن اليوم كنت لكم سنهضروا على فوائد زيت الجوجوبة لصاحبات البشرة الدهنية فقط فكيف كتعرفوا من اهم مشاكل البشرة الدهنية ظهور حب شباب البقعة الداكنة البهتان ديال البشرة وفي نفس الوقت لما عند الزيت نتيجة افرازها لكم هائل من الزيوت كذلك كتكون هاد النوعية هدي من البشرة اكتر عرضة لظهور الرؤوس السوداء وهناك يجي الدور ديال زيت الجوجوبة اللي كيدخل في تصنيع العديد من الكريمات والمستحضرات التجميلية الخاصة بصاحبات البشرة الدهنية لانه كيبقى واحد زيت اللي هو خفيف والملمس دياله ناعم وكيبقى من اقوى المرطبات للبشرة ديبا غدينك تشفو شنه هم الفوائد دياله البشرة الدهنية اول فائدة انه مرطب وسريع الامتصاص للبشرة الدهنية فكيف تلكم هو كيت تعتبر من الزيوت للملمس ديالها ناعم وسريعة الامتصاص وكذلك خفيفة على البشرة يعني ما كتسببش داك الانسداد ديال المسامات وتم عارفين بانه كل ما تسداد المسامات ديال البشرة الا وكتهيج وكتزيد كمية الدهن فهو بالعكس ما كيدرش هاد القادية هادي كينقص من افراز المادة الدهنية في البشرة من فوائده ايضا انه كيقاوم اعراض الشيخوخة المبكرة وهاتشي غدي تلاحظو هلا كنتو كتطبقوا زيت الججوبة بشكل يومي على البشرة ديالكم غدي تلاحظو بانه غدي بديشد لكم البشرة ديالكم وغدي ساعد في اخفاء ديالك الخطوط الرفيعة والتجاعد اللي كتكون في البشرة من المميزات الجبارة والرائعة ايضا لزيت الججوبة انه كيساعدنا على التخلص من حب الشباب لانه كيعمل على ترتيب البشرة وموازنة افراز الزيوت والدهون هذيك الزيوت هي اللي كتخلق لنا واحد البيئة اللي كتكون صالحة لنمو البكتيريا والفطريات وبالتالي كيقلل من ظهور حتى الشباب موزيل مكياج رائع لصاحبات البشرة الدهنية وهنا غدي تضربوا عصفورين بحجر واحد يعني ممكن انكم تزولوا بي المكياج ديالكم وفي نفس الوقت ترتبوا البشرة ديالكم كيرتبوا البشرة من دك شرفة ونسبق لي شاركت معكم هاد المسألة هذي قلت لكم بانه كيتعتبر بنسبالي انا شخصيا من افضل موزيلات المكياج هو اللي كان دي مكيه بي البشرة ديالي الى ما كانش عندي زيت الزيتون تاني زيت غدي نضغلي لكم عليه اليوم هو زيت اللوز الحلو اللي كيتعتبر من اكتر الزيوت المغدية والمرممة للبشرة واللي كيساعد على الترطيبها وتفتيحها وتوحيد اللون ديالها وكذلك التخلص من زيوت الزائدة كما ان الاستخدام المنتظم لزيت اللوز الحلو على البشرة الدهنية كيساهم في التخلص من التصبغات والبوقع الداكنة الموجودة عليها وكيخليها اكتر نقاء وبياضا كيعاج كذلك مشكل ديال حب شباب والتهابات الجلد كينظف البشرة الدهنية من الشوائب والاوساخ المتراكمة لها واللي كتسبب في ظهور مجموعة من المشاكل كيقشر البشرة وكيزيد في النعومة ديالها كيقضي كذلك على مشكل ديال الرؤوس السوداء وكياخر لنا ظهور علامات التقدم في السن والتجاعد الثالث زيت الذي نقدر لكم اليه اليوم هو زيت الروزماري او زيت اكليل الجبل المعروفة نحن بزيت الازير وهو مطهر جيد للبشرة كي يحتوي على خصائص مضادة للمكروبيات والمطهرة وبالتالي فهو من الزيوت المناسبة جدا لصاحبات البشرة الدهنية تعتبر كذلك الزيت الروزماري مقشر رائع للبشرة لانه كي ينظف الجلد من العمق لاشنهما الفوائد ديال زيت الروزماري او زيت اكليل الجبل عفوا على البشرة الدهنية بريت نقول لكم بانه زيت اكليل الجبل كيمتلك واحد الخصائص قاتلة لمختلف انواع الجراتيم فهو كي تعتبر زيت مطهر للبشرة وبالتالي غدي ساعدنا على تخلص من مشكل ديال البطور او لحب الشباب وكي تستخدم كذلك لتطهير البشرة من الجروح الاستخدام المستمر واليومي لزيت اكليل الجبل كي ساعد كذلك على تخلص من مشكل ديال بقع الداكنة وكيوحد لون البشرة لصاحبات المسامات الواسعة بغيت نقول لكم بانه زيت الروزماري كيساعد على شد البشرة المترهلة وكيحافظ على الليونة ديالها والنضارة ديالها هاتش اللي كيخلي يعالج مشكل ديال المسامات الواسعة في البشرة ومجموعة من المشاكل المتعلقة بتقدم السن بين اهم الزيوت المفيدة ايضا للبشرة الدهنية نجد زيت الورد بحيث يستخدم زيت الورد لعلاج البشرة الدهنية من مجموعة من المشاكل واهم مشكل للبشرة الدهنية كيكتعرفوا كاملين هو حب الشباب بحيث يحتوي زيت الورد على خصائص مضادة للبكتيريا كتعمل على قتل جميع البكتيريا المسببة لحب شباب وبالتالي العلاج من مشكل حب الشباب تعتبر كذلك زيت الورد من المطهرات للبشرة لانه كيعمل على علاج جميع الالتهابات بشكل اسرع كما انه كيتميز بالرائحة الجميلة تجعله على عكس بقي المطهرات الاخرى كيساعد كذلك زيت الورد البشرة الدهنية على التقليل من التجاعيد لانه كيتعتبر مادة قابضة كتشد لنا الجلد وكتمنع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة مرتب رائع للبشرة لانه كيمنع فقدان الماء اللي كيكون فيها وذلك لانه كيحتوي على مجموعة من الاحماض الدهنية الاساسية مثل حمض اللينوليك وحمض اللينولينيك وهي احماض دهنية مهمة لتطيب البشرة مقشر رائع للبشرة الدهنية لانه زيت الورد غاني بالفيتاميناين A و C اللي كيعملوا على تقشير البشرة تعزيز انتاج الكولاجين كيحتوي زيت الورد على فيتامينات مهمة كتساعد في تعزيز انتاج الكولاجين الضروري لصحة البشرة مفتح رائع للبشرة كيتعتبر زيت الورد من الزيوت الطبيعية اللي كتفتح لنا البشرة وكتحارب مشكل دي لتصبغات الجلد لانه كيحتوي على خصائص مهمة وعناصر مهمة نقدر نتقول لكم بناتها الليكوبين والبيتا كاروتين وهي مكونات مهمة لتفتيح البشرة من بين اهم الزيوت الملائمة والمناسبة ايضا للبشرة الدهنية نجد زيت البرتقال بحيث عنده واحد دور كبير جدا في علاج مشكل دي الحب الشباب كيف قلنا كيتعتبر من اهم مشاكل دي البشرة الدهنية فهو كيعمل على التعقيم وتنقية مسامات البشرة من العم وكيساعد في علاج مشكل دي الحب الشباب كما انه كيتعتبر محلول رائع لازالة حتى اثار حب الشباب يعني حتى من بعد ما يبرى لكم حب الشباب وكيقودوا كل اثار دياله فكيتعتبر زيت البرتقال من اهم الزيوت لمحاربة اثار حب الشباب كيعتبر كذلك زيت البرتقال من الزيوت المفتحة والمصححة للون البشرة لانه كيحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامين السي وكيف كتعرفوا الفيتامين السي هو معروف بتأثير المذهل في تفتيح البقع الداكنة واستعادة البشرة للونها الطبيعي يمتاز كذلك زيت البرتقال بقدرته الفعالة على الحد من ظهور التجاعيد نتيجة احتوائه على مضادات الاكسدا والفيتامين السي الذي يعمل على تحفيز انتاج الكولاجين في البشرة وبالتالي الحفاظ على المورونة والنظارة للانسجة الجلد والحد من ظهور تلك الخطوط الدقيقة وكذلك كتتعتبر زيت البرتقال مرمم رائع للبشرة لانه كيساعد على التئام الجروح الطفيفة من بين اهم وافضل الزيوت المناسبة لصاحبات البشرة الدهنية نجد الزيت الذهبي او لزيت الزعفران بحيث يساعد زيت الزعفران على تقليل افراز الزيوت لصاحبات البشرة الدهنية كما انه كيساعد على التخلص من حب الشباب والقضاء عليه نهائيا نظرا لاحتوائه على مضادات الاكسادة ومضادات البكتيريا وخواصه العلاجية التي تساعد البشرة على التخلص من جميع مشاكلها ومن اهم هذه المشاكل كيف قلنا اللي هي حب الشباب والبطور والندبات والحفر التي تنتج عن ظهور الحبوب بالوجه من بين فوائد زيت الزعفران كذلك على البشرة الدهنية هو انه مقشر رائع للبشرة الدهنية بحيث يحتوي على خواص تقشيرية فعالة كتساعد على ازالة الجلد الميت من على البشرة يساهم كذلك زيت الزعفران في تجديد خلايا البشرة لانه يحسن من نوعية دهنة الافضل وذلك يرجع الاحتواء على عنصر البوتاسيوم تعتبر كذلك زيت الزعفران مرمم رائع للبشرة لانه يساعد في علاج التهابات وجروح الجلد لاحتواءه على مضادات الالتهابات ومن فوائده ايضا تبيض البشرة وتفتيحها والقضاء على البقعة الداكنة والتصبغات وتوحيد لون البشرة واخر زيت سنقترح لكم في فيديو اليوم من الزيوت المفيدة لصاحبات البشرة الدهنية هو زيت السبار وكي تعتبر زيت السبار من الزيوت المطهرة بشكل قوي لصاحبات البشرة الدهنية يعمل كذلك زيت السبار على التقليل من افراز الزيوت للبشرة الدهنية تعتبر كذلك زيت السبار من اهم الضمادات الطبيعية التي تكافح حساسية موجودة في الجلد وخصوصا على البشرة الدهنية يساعد أيضا في القضاء على الطفح الجلدي والحبوب وآثارها كما أنه يساعد في تخفيف والتخلص البشرة من جميع عيوبها يعمل كذلك زيت الصبر على معالجة علامات التقدم في السن ويخفف من ظهورها بشكل فعل وعلى العموم صاحبات البشرة الدهنية يعني من بين الفوائد أنه تكون لديك بشرة دهنية كتكونها أقل عرضة لظهور علامات التقدم في السن يعني مقارنة مع صاحبات البشرة الجافة صاحبات البشرة الدهنية ما كيدهروشلهم علامات تقدم في السن بشكل كبير كيف كي يظهروا عند صاحبات البشرة الجافة يعمل كذلك زي تصبر على تنشيط الدورة الدموية للبشرة وكيساعد في محافظة الوجه على النظارة دياله والمظهر الجميل والمشرق وبهكذا كيكون سالة فيديو اليوم أعطيتكم واحد نبدة خفيفة على أهم الزيوت لصاحبات البشرة الدهنية ما كانيش غير الزيوت كان مجموعة من الزيوت ملائمة ومناسبة للبشرة الدهنية ولكن كي بقيت لكم اليوم أقترح سعليكم أهمها كنتمنى الفيديو اليوم يكون الإعجاب ديالكم وتكونوا استفدتم معي وصاحبات البشرة الجافة أو البشرة الحساسة حتى هما من سيتهمش إن شاء الله كانواعدكم في فيديو لاحق غدا نعطيكم حتى أنتموا الزيوت والأهم الزيوت المفيدة لنوعية البشرة ديالكم على أمل أنني يلقاكم إن شاء الله في فيديو جديد كانقول لكم إلي كنتوا أول مرة كتكتشفوا قناتي وإعجبكم محتوىها وبطول تكونوا ملائمة ديالنا كان أعرض عليكم تنضموا لنا بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو ما تنسوش كذلك أنكم تفعلوا خاصية الإشعارات بش يوصلكم كل جديد مني إنفوان حطو ما تنسوش دعمونا باللايكات ديالكم وما تنخرش هي بالتعليق ديالكم كيف كانقول لكم دائما تلاف ريسكم كان بغيكم بزاف السلام عليكم